السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندوقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في بيتنا مدرسة ومدتنا الجميلة مدت قوانين العمل والتأمنات الاجتماعية الحقيقة جاءت لنا أسئلة كتير جدا الطلبة اللي بيتواصلوا معنا وأنا في البداية حابب حي طلبة وطلبات محافظات الصعيد أكتر ناس بيتفعلوا معنا سواء أسيوت أو أنا أو أسوان بعتلنا أسئلة وهنجاوبها إن شاء الله في الحلقة دي هنجاوب على كل الأسئلة دي نقطة النقطة التانية في بعض الأسئلة برضو بوضح لهم النقطة دي لسه ما جيتش في المنهج لسه ما شرح نهاش إن شاء الله لما نشرحها نبقى نجاوب عليها لكن احنا مش عايزين نسبة عايزين نمشي مع بعض واحدة واحدة وإن شاء الله أي سؤال أنتو محتاجينه هنجاوبه وإحنا قلنا أي سؤال في الأجزاء اللي شرحت أنت محتاج فيها أي حاجة مش فهمة ابعت لنا على القناة قناة مصر للتعليم الفني وإحنا هنجاوبها لك إحنا موجودين قناة موجودة عشان تقدر أن انت تحقق حلمك إن شاء الله وتخش الكلية اللي انت عايزة النهاردة بإذن الله عندنا زي ما احنا متعودين الجزء الأول في الحلقة هنتكلم فيه على الأسئلة اللي انتو بعدتوها الجزء التاني بنتكلم على الجزء بتاع قانون الخدمة المدنية والنهاردة عندنا درس القانون الخدمة المدنية اسمه السلوك الوظيفي نبدأ حلقتنا إن شاء الله بأول حاجة بحي الطلبة اللي بعتونا وبنبدأ بلوحة الصرف بتاعتنا اللي هنشوف الطلبة اللي امتبعتنا طبعا احنا ما بنقدرش نحط الطلبة كلهم لكن نوعيتكم في الحلقات اللي جاية هنحط بقى الطلبة تعالوا مع بعض كده نشوف الطلبة اللي بتتواصل معنا النهاردة إن شاء الله معنا في لوحة الصرف من مين نشأة عياد مدرسة قفط التجارية المشتركة محافظة كيناء تاني انا بحب حي الطلبة اللي من محافظات الصعيد معنا كمان رحاب محمود احمد حسن دي مدرسة نجا حمادي بنات محافظة إنا معنا كمان صارة اصلا مدرسة زينب القفرة والتجارية بنات معنا كمان النهاردة في لوحة الصرف ندى عرفة مدرسة الظهور التجارية دي بقى الأسئلة اللي الطلبة بعتت لهنا تعالوا نشوف مع بعضها عن سؤال الرأي القانوني يريد بقى نحضر الورقة والألم بتوعنا عشان سؤال الرأي القانوني ده سؤال أساسي في قانون العمل سؤال ممكن يكون عليه عشر درجات في الامتحان هنأكد تاني ونعيد تاني الإجابة بتكون كالقادي لما يقول لي اسكر الرأي القانوني بجاوب بكلمتين يا إما يجوز أو لا يجوز أو الموقف قانوني أو غير قانوني هنا السؤال مصح وغلط إطلاقا إحنا بنجاوب يا إما نقول يجوز أو لا يجوز أو قانوني أو غير قانوني حسب الموقف اللي هو مدهوني دي المواقف اللي الطلبة بعتتها طبعا في منها أسئلة مهمة جدا جدا هنشرحها بالتفصيل تعالوا نشوف مع بعض أول مواقف عندنا إيه النهار ده رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك سعرح تاني السؤال رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في مجال صناعة الكاوتشوك سعرح طيب قبل ما نقولك الإجابة كده هنعمل مع بعض كده مراجعة بسيطة على النقطة دي قانون العمل لما عمل تنظيم بين العمل وصاحب العمل عمل حاجة اسمها قواعد تنظيم العمل من ضمن القواعد دي ايه ان العامل ليه حق في ساعة راحة تاني ان العامل ليه الحق في ساعة راحة والساعة دي لا تحسب من ساعات العمل انما تحسب من ساعات التواجد داخل العمل تاني النقطة دي لكل عامل الحق في ساعة راحة والساعة دي مش من ضمن ساعات العمل افكرك وافكرك ان عدد ساعات العمل الفعلية للعمل تمن ساعات في اليوم بيتخللها ساعة راحة يعني الساعة الراحة دي بتتحسب من التواجد داخل العمل يعني لو احنا عدد ساعتنا في العمل فعلا تمانية ونحط عليهم الساعة راحة يبقى ساعات التواجد في العمل تسعة اما ساعات العمل تمانية في الحالة اللي قدامنا طبعا صناعة الكوتشوك من الاعمال الشقة وهنا الموقف هنا بقى ايه غير قانوني او لا يجوز تاني انا هقول العلمية ليه عشان تلحق تجيب الورقة والقلم وتكتب معايا الموقف اللي قدامنا بيقول رفض صاحب عمل منحة عمال يعملون في مجال صناعة الكوتشوك ساعات راحة بقول له هنا غير قانوني يا صاحب العمل غير قانوني ليه لان من حق العامل ساعات راحة والساعة دي تمام لا تحسب من ساعات العمل لكن هي من حقه قصة هنا ان صناعة الكوتشوك من الاعمال الشقة يبقى الموقف هنا اجابته كلاتي غير قانوني لان صناعة الكوتشوك من الاعمال الشقة وتستحق ساعة راحة يبقى ده اول موقف عندنا تعال نشوف مع بعض الموقف التاني امتنع بعض العاملين بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية تاني السؤال اوعى في الامتحان يضحك عليك خلي بالك وخلي بالك السؤال بيقول ايه امتنع العاملون بمستشفى استثماري عن العمل للحصول على مطالب مهنية طب ده معناه ايه اصلا وبنتكلم هنا على ايه نفتكر كده مع بعض درس كنا خدناه اسمه الاضراب يعني ايه الاضراب يا مستر الاضراب معناه امتناع جميع العمال عن العمل الملتزمين بي لاسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل برضو يعني ايه العامل لما يكون لي بعض الحقوق المهنية من حقه يعمل اضراب عن العمل وطبعا الاضراب هنا لازم يكون اضراب سلمي للدفاع عن المصالح المهنية طيب ما دول يا مستر عايزين اه يعملهم عايزين ياخدوا مطالب مهنية هقول له اه ماشي هم عايزين ياخدوا مطالب مهنية بس تعالى كده هم شغالين فين ده شغالين في مستشفى طيب هل يؤقل ان العاملين في المستشفى يعملوا اضراب لا طبعا لان المستشفيات من الاعماء من الاماكن المحظوظ فيها الاضراب ما احنا كده مع بعض تخيل عمال احدى المستشفيات سواء كانت استثماري او كطعم عملوا اضراب ايه اللي ممكن يحصل طبعا هنا اه الروح نحن ممكن تتعرض للخطر عشان كده القانون قال ايه هناك منشآت يحظر فيها الاضراب ايه المنشآت دي كل المنشآت الحيوية والاستراتيجية تاني كل المنشآت الحيوية والاستراتيجية يعني ايه المنشآت الحيوية اللي هتأثر على حياتنا احنا مستشفيات اسعاف مطافي وحدات الدفاع المدني المؤسسات التعليمية المخابز المواصلات الكهرباء كل دي منشآت محظو فيها الاضراب وكمان المنشآت الاستراتيجية اللي هي بقى ايه تمس امن البلد الاقسام المواني كل ده ممنوع في الاضراب طيب موقف زي كده هم اه عايزين مطالب مهنية لكن في حاجة بيشتغلوا فيه بيشتغلوا في مستشفى يبقى هنا بقى الموقف هنا غير قانوني طب غير قانوني ليه لان المستشفيات من الاماكن المحظو فيها الاضراب هم اه عايزين مطالب مهنية لكن المستشفيات من الاماكن المحظو فيها الاضراب يبقى ما يجي لك في الامتحان ويقول لك امتنع العمال في احدى المستشفيات الاستثمارية مطالبين بزيادة اجبهم المطلب او الطلب بتاعهم شرعي لكن المكان اللي هم شغالين فيه اماكن محظو فيها الاضراب تبقى الإجابة هنا غير قانوني غير قانوني يا مستر لأن منشآت المستشفيات من الأماكن المحظور فيها الإضراب ده السؤال الثاني نيجي للسؤال الثالث عامل أجر الشهري 300 جنيه أتلف خامات كومتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفع واحدة سؤال من الأسئلة المهمة جدا 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 عامل أجر الشهري 300 جنيه أتلف خامات كومتها 100 جنيه خصمها صاحب العمل من أجره دفع واحدة نفهم بقى الموضوع ماشي ازاي ده عامل أجره في الشهري 300 جنيه العامل ده أتلف خامات كومتها 100 جنيه إجا صاحب العمل خصمها هل الكلام اللي عمله صاحب العمل ده كلام قانوني ولا غير قانوني طبعا هنا الموقف غير قانوني طب غير قانوني ليه لأن القانون قال إيه لا يا جوز خصم أقصر من أجرة خمس أيام في الشهر من أجر العمل تاني النقطة دي ما ينفعش هنا أقصم أكتر من أجرة العامل اللي شغال أكتر من خمس أيام طيب هنا حرفنا منين إنه غير قانوني هقولك بس ركز معايا شوية هو جايب لك بيقولك أجل الشهر كام تلتمائة جنيه في الشهر طيب تلتمائة جنيه في الشهر يعني أجل اليوم كام لو أسمنا التلتمية على التلاتين يوم يبقى اليوم وقف عليه بعشرة جنيه يبقى يومية العامل هنا عشرة جنيه والقانون قال إيه لا يا جوز خصم أكتر من كام رضو عليكم خمس أيام طيب هنا العشرة جنيه في الخمسة يديني خمسين جنيه هنا صاحب العمل خصم له كام مية جنيه هل ده قانوني طبعا هنا الموقف غير قانوني طب غير قانوني ليه لأنه لا يا جوز خصم أكثر من أجرت خمس أيام للعامل صاحب العمل ما يقدرش يخصم للعامل يخصم له أكتر من خمس أيام هنا طبعا تعدت الخمس أيام يبقى هنا بنقول له لا غير قانوني لا يجوز خصم أكتر من أجرت خمس أيام النقطة دي في منتغى الأهمية وعليها سؤالين في الكتاب الإجابة بتاعتهم نفس الإجابة اللي قلناها دي طيب تعالي نشوف كمان السؤال اللي بعد كده يريد الطلبة اللي امتابعنا يحضروا الورقة والألم ويكتبوا الأسئلة دي معظم الأسئلة دي هي أسئلة الامتحان تشاجر عاملان بإحدى المصانع فقام صاحب العمل بتوقيع جزاء بخصم عشر أيام لكل منهما تاني تشاجر عاملان بإحدى المصانع فقام صاحب العمل بتوقيع جزاء بخصم عشر أيام لكل منهما نوضح بقى النقطة دي طبعا احنا لسه ايلين دلوقتي دول عاملين الشكل مع بعض لما كلمة تشغره يعني الشكل مع بعض اجا صاحب العمل وقع على كل واحد منهم عشرة ايام خاصة طبعا هنا الموقف غير قانوني طب غير قانوني يا مصدر ما احنا لسه ايلين لا يا جوز ايوانا سامع برفو عليكم لا يا جوز توقيع اكتر من اجرت كام خمس ايام بس بنقطة هنا انا وضحها طيب افرد العامل دا يا مصدر عمل مخالفة او اهمل في عمله واستحق عقوبة اكتر من خمس ايام هل ما ينفعش لا ينفع خلي بالك بقى في فرق ما بين العقوبة والخاص ايه الفرق انا كصاحب عمل ممكن اوقع على العامل عشرة وخمسطار بس خلي بالك انا بقول ايه اوقع على العامل لكن بقى ما اجا خصم مقدر شخص اكتر من خمسة ايام بمعنى ايه لو في عامل اهمل والاهمل دا تسبب في مشكلة في العمل بتاعه فايجا صاحب العمل استحق على الاهمل دا خمسطاشر يوم عقوبة يجوز طبعا يجوز يوقع عليه العقوبة طالما بالتحقيق طيب الخمسطاشر يوم اللي خادهم دول اللي هما هيتخصموا من الاجر بتاعه لما نيجي بقى نخصمهم ايواب رفع عليكم مخصمش اكتر من خمسة ايام في الشهر نما العقوبة ممكن يوقع عقوبة زي ما هو عايز لكن الخصم الفعلي مقدرش اخصم من العامل اكتر من اجرت كام خمس ايام يبقى في الموقف اللي قدامنا هنا غير قانوني اللي انت تخصم عشرة ايام لان لا يجوز خصم اكثر من اجرت خمس ايام في الشهر الواحد النقطة دي مهمة جدا عليها سؤالين في الكتاب زي ما احنا شفنا دلوقتي النقطة اللي بعد كده في رأي القانون رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في صناعة الدواء سعرحة تاني السؤال ده رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في صناعة الدواء سعرحة مصنع دواء صاحب العمل مرداش يدي العمال سعرحة هنا بقى بنقوله قانوني الله قانوني يا مستر ايه ده مش عايز يديهم سعرحة اقولك اه من حقه ليه من حقه احنا عندنا في بعض الاعمال التكملية او الانشائية يستمر فيها العمل دون فترات راحة تاني عندنا بعض الاعمال يستمر فيها العمل دون فترات راحة طب ليه لان طبيعة المنشآت دي ما ينفعش العمل يتوقف للراحة بمعنى مثلا العمال اللي شغالين في المخابز اللي شغالين في صناعة الادوية صناعة البلاستيك الشركات اللي بتشتغل في محل الفراشة وتجهيز الافراح والسينما والتلفزيون كل دي اعمال تستمر دون فترات راحة هنا بقى في الموقف ده يجوز ومن حق صح بالعمل ليه لان صناعة الدواء تستمر دون فترات راحة طب معنى كده ان العمل ما بستويحش لا هي الفكرة مش كده الفكرة ايه ان انت عادة ساعات العمل تمانية هتشتغلهم لايه اي توقف واي فترة راحة ممكن تضر المنتج اللي احنا بنعمله فالقانون كان واضح قال هناك اعمال تستمر دون فترات راحة من ضمن الاعمال دي رضوا عليكم صناعة الايه صناعة الدواء طبعا احنا عندنا اعمال كتير جدا اعمال دفن الموتى صناعة البلاستيك محلات الفراشة التلفزيون صناعة البلاستيك محطات الكهرباء كل دي ما ينفعش فيها فترات راحة احنا هنا مش بنقول العمل ما يستويحش لا هيستويح بس العمل هنا يستمر دون فترات راحة يبقى في الموقف اللي قدامنا هنا بنقول له ايه رضوا عليكم قانوني لان صناعة الدواء من الاعمال التي تستمر دون فترات راحة لو شل صناعة الدواء وحط البلاستيك او اعمال دفن الموتى او السينما او المصبح طبعا هنا قانوني لانها تستمر دون فترات راحة بص كده على السؤال تاني وهتورق وقلم وكتب السؤال بيقول رفض صاحب عمل منح عمال يعملون في صناعة الدواء ساعة راحة بقول له ايه رفض عليكم قانوني لان ايه لان صناعة الدواء من الصناعات التي تستمر دون فترات راحة نشوف السؤال اللي بعد كده اكتب اسم المصطلح العلمي طبعا دي الاسئلة اللي الطلبة بعتت هنى هو الطالب بيحل امتحان او بيحل اسئلة الكتاب انا بقول لك بقى هوا من غير اي مشكلة حل اسئلة امتحانات السنين اللي فاتت حل اسئلة الكتاب اي سؤال واقف معك ابعتهن واحنا ان شاء الله هنجاوبك عليه لكن لو السؤال ده لسه ما شرحش في المنج هنسيبه لما نخلص الشرح لقيت اجابته ما فيش مشكلة ما لقيتش اجابته هنوضحه لك طب تعالا نشوف مع بعض كده سؤال المصطلح اللي قدامنا ده اكتب اسم المصطلح العلمي تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرارات والابداع وحل المشاكل تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار والابداع وحل المشاكل طبعا دي الاجابة بتاعتنا حاجة اسمها السمات الشخصية طبعا السمات الشخصية يعني موظف لما ييجي هيترقى لوظيفة بيتطلب منه اربع حاجات او المعايير اللي بيتوقف عليها اختياره من ضمنها حاجة اسمها السمات الشخصية والمقترح التطويري والتاريخ الوظيفي والقدرات العلمية من ضمن الحاجات دي حاجة اسمها السمات الشخصية اللي هي ايه تشمل مهارات القيادة واتخاذ القرار والابداع وحل المشاكل نشوف المصطلح اللي بعد كده الوزير او المحافظ رئيس الهيئة بحسب الاحوال طبعا ده مصطلح هنقول عليه السلطة المختصة يعني ايه احنا عندنا هنا الوزير او المحافظ او رئيس الهيئة بحسب الاحوال ده السلطة المختصة في طلبة كده نسة الموضوع ده طب تعالا كده مع بعض نفتكر كده بسرعة الجزء ده كان بتكلم على ايه طبعا قانون الخدمة المدنية قانون رقم واحد وتمانين لسنة الفين وستاشر الباب الاول فيه ايجا ووضح بعض المفاهيم اللي كان فيها سوء فهم عرف يعني ايه السلطة المختصة عرف يعني ايه الوحدة عرف يعني ايه الوظائف القيادية وعرف لنا كمان الوظائف الاشرافية والاجر الوظيفي والموظف وكامل الاجر ومكمل الاجر من ضمن الحاجات دي عندنا حاجتين نفرق بينهم ايه هم الحاجتين دول ايه المقصود بالسلطة المختصة وايه المقصود بالوحدة طبعا القانون قانون الخدمة المدنية اللي هو افكرك تاني بالقانون قانون الخدمة المدنية رقم واحد وتمانين لسنة الفين وستاشر القانون ده في الباب الاول وضح بعض المفاهيم عشان ما يحصلش لابس في المفاهيم من ضمن المفاهيم اللي وضحها ايه تعريف السلطة المختصة يعني ايه ببساطة جده عشان الطلبة اللي بتتفرج علينا لما يجي لك وراء يقول لك ايه لو سمحت لازم امضت السلطة المختصة او الموضوع ده مش هيمشي قلبهم وفقة السلطة المختصة لازم ان تبقى فاهم يعني ايه السلطة المختصة السلطة المختصة دي اللي هي ايه محافظ وزير رئيس هيئة حسب الاحوال تاني محافظ وزير رئيس هيئة حسب الاحوال طيب محافظ وزير رئيس هيئة ماشي ايه بقى حسب الاحوال دي حسب المكان اللي انت فيه يعني لو انت في اعلى سلطة في المدرسة. يبقى السلطة المختصة هنا بتدل على ايه? رضع عليكم. بتدل على شخص. ممكن الشخص ده يكون محافظ. ممكن يكون رئيس هيئة. ممكن يكون وزير. ده السلطة المختصة. اما الوحدة بقى. خد بالك من الكلام. الوحدة تدل على ايه? المحافظة. ايوة. يعني هنا انت نقلنا. انك السلطة المختصة كانت بتتكلم على شخص. اما الوحدة بتتكلم على مكان. ممكن الوحدة ده تكون حي. محافظة. هيئة. يبقى الوحدة هنا مكان. اما السلطة المختصة بتدل على شخص. يبقى المصطلح اللي قدامنا ده. لما يجي يقول لك الوزير. او المحافظ. او رئيس هيئة. حسب الاحوال. وانت متطم نقول له دي السلطة المختصة. السلطة الايه? رضع عليكم. السلطة المختصة. تعال نشوف مع بعض المصطلح اللي جاي. كل ما يحصل عليه الموظف. نظير عمله. بخلاف الاجر الوظيفي. تاني. كل ما يحصل عليه الموظف. نظير عمله. بخلاف الاجر الوظيفي. ده بنسمي ايه? رضع عليكم. الاجر المكمل. الاجر الايه? المكمل. ما احنا عندنا تلات حاجات نخلي بانا منهم. تاني. عندنا تلات حاجات نخلي بالنا منهم اللي هم متعلقين بالاجر عندنا حاجة اسمها الاجر الوظيفي وعندنا حاجة اسمها الاجر المكمل وعندنا حاجة اسمها كامل الاجر طيب ايه الفرق بينهم ايه الفرق بين الاجر الوظيفي والاجر المكمل الاجر الوظيفي طبقا للقانون هو الاجر الذي يحصل عليه العامل طبقا للجداول بالاضافة الى العلوات تاني الأجر الوظيفي القانون خدمة المدنية لما يجأ حدد كلمة يعني أجر وظيفي قال الأجر الوظيفي كل ما يحصل عليه العامل من وظيفته بالإضافة من وظيفته اיזהي القانون عمل جداول درجة اولى درجة تانية درجة تالتة وهكذا فالأجر الوظيفي معناه اللي القانون حدده في الجداول مضموم عليه او مضاف عليه العلوات دول اتنين دول مع بعض اسمهم ايبقى رفع عليكم الأجر الوظيفي أما الأجر المكمل معناه الأجر المكمل كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفي بمعنى أي حاجة هياخدها غير الأجر الوظيفي تسمى الأجر المكمل والاتنين مع بعض لهم الأجر الوظيفي زائد الأجر المكمل بيساوي كامل الأجر دي المصطلح اللي كان معنا طيب في سؤال كمان آخر سؤال عندنا في المراجعة سؤال احدى الطالبات بعتت هنا بتقول طبعا احنا جاوبناها بل كده بس هنشرحه تاني اذكر الاسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لانهاء عقد العمل تاني اذكر الاسباب التي لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لانهاء عقد العمل طيب قبل ما نجاوب على السؤال نشرح السؤال بس عايز ايه عشان تبقى فاهم طبعا احنا خدنا قبل كده العقوبات اللي بيجوز توقيع على العمل وخدنا حاجة اسمها حالات حالات انتهاء عقد العمل امتى ينتهي عقد العمل ينتهي عقد العمل بكذا حالة خدناهم من ضمنهم انتهاء مدة العقد انتهاء العقد محدد المدة انتهاء الغرض من العقد وكمان الاستقالة وكمان العجز الكلي ووفاة صاحب العمل ووفاة العامل حكما وحقيقة طيب دول الحالات الطبيعية اللي بينتهيه فيه مع عقد العمل السؤال اللي هنا بيقول لك بقى ايه الحالات اللي لا تعتبر غير كافية لانهاء العقد يعني لو صاحب العمل فصل العامل او نهاله عقده بسبب الحاجات دي هنا الفصل بنسميه فصل تعسفي ليه تعسفي لان السبب اللي انت هتفصل بيه لعامل هنا غير كافي طب ايه الاسباب دي تعال نبص كده مع بعض الاسباب دي ايه رقم واحد اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية بمعنى ايه يا شباب والطلبة اللي امتابعيننا بمعنى ان صاحب العمل ما يقدرش يبصل العامل حسب لونه لون بشرته او جنسه او الحالة الاجتماعية او على اساس ديني او على اساس مسئوليات مالية كل دي اسباب غير كافية للفصل كمان انتساب العامل الى منظمة نقبية يعني لو العامل منتسب او بيمارس دور في احدى النقابات ام صاحب العمل فصله هنا بنقول له الفصل هنا غير قانوني طب غير قانوني ليه لانها من الاسباب الغير كافية لانهاء عهد العمل كمان اذا تقدم شكوى او اقامة دعوة ضد صاحب العمل او المشاركة بذلك يعني ايه؟ يعني لو انا عامل واشتكيت صاحب العمل هو انا اصلا ينفع اشتكي صاحب العمل طبعا اذا لو انا واقع علي ظلم او تعرضت العقوبة وانا شايف ان العقوبة دي ظلم في حاجة اسمها الجهة المختصة باشتكي صاحب العمل فانا لو اشتكيت صاحب العمل وصاحب العمل نهال العقد بسبب ان انا اشتكيته ان الفصل يعتبر باطل وكأنه لم يكن ليه؟ لانها من الاسباب الغير كافية للفصل كمان عندنا توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت اد صاحب العمل برضو دي من الاسباب الغير كافية للفصل استخدام العامل لحقه في الاجازات يعني ايه؟ لو العامل طلب باجازاته وصاحب العمل ما بداش يديله اجازاته فالعامل خد اجازاته وغيرتغيب من العمل صاحب العمل ما اقدرش ينهيله وعقده ليه برضو؟ لانها من الاسباب الغير كافية لانهاء عقد العمل يبقى هنا دي كانت مجموعة الاسئلة اللي جات لنا هنقول تاني دي كانت مجموعة الاسئلة اللي جات لنا واحنا جاوبناكم عليها دي كده اسئلة بتخص جزء بتاع قانون العمل اللي احنا متعودين ان احنا نراجع فيه طيب النهاردة بقى هنتكلم على ايه هنتكلم على درسنا النهاردة اللي هو السلوك الوظيفي للموظف يعني ايه السلوك الوظيفي السلوك الوظيفي للموظف احنا كده دخلنا في جزء الخدمة المدنية احنا راجعنا مع بعض كل الاسئلة مهما كانت الاسئلة اللي هتبعتوها اسئلة بسيطة اسئلة سهلة اسئلة صعبة احنا هنا والقناة كلها عشان تقدر ان انت تجيب المجموعة اللي انت عايزه النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها السلوك الوظيفي يعني ايه السلوك الوظيفي يجب على الموظف الالتزام لاحكام القوانين واللوائح والقربات والنظم هالمعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه على الاخص ما يأتي طيب قبل ما نقول ما يأتي ده الكلام ده صعب قوي يا مستر هنحفظه ازاي ولا هنعمل فيه انا مش عايزك تحفظ خالص انا عايزك تفهم مطلوب ايه عندنا السلوك الوظيفي والتأديبي يعني ايه الموظف مطلوب منه بعض الحاجات اولا هو مطلوب منه ايه مطلوب منه تنفيذ القانون وتنفيذ التعليمات اللي جاية في القانون وتطبيقها كاملة لو انا عملت الحاجات دي في الشغل بتاعي كده انا مش هتعرض لاي جزاء طيب اعمل ايه عشان ما اتعرضش لاي جزاء ايه المطلوب مني هنشوف مع بعض كده اول حاجة اول حاجة مطلوبة من الموظف القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وانجازه في الموعيد المناسبة طيب كلام ده تقيل شوية نسهله احسن يا مستر نسهله اه طبعا لان هنا القيام بالعمل يعني ادي العمل اللي انا مكلف به في وظيفتي بكل امانة ودقة وعلى فكرة هنا نفس الكلام بتقال على العامل برضو من مسئوليات العامل ان القيام بالعمل بكل دقة وبرضو الموظف القيام بالعمل المنوط به اللي هو المكلف به كلمة المنوط به معناه المكلف به بدقة وامانة طب هل مطلوب منه حاجة تانية اه طبعا الالتزام بموعيد العمل الرسمية طبعا هنا مش الموظف بس اي حد شغال في اي مكان الحاجة الاساسية اللي بتطلب منه انه هو يلتزم بموعيد العمل بتاعته كمان معنا المحافظة على قرامة الوظيفة والمحافظة على حسن سمعة الوظيفة احافظ على الوظيفة وقرامة الوظيفة اللي انا شغال فيها ما هنهاش لان اهامة الوظيفة تبقى هنالية فدي المفروض حاجات انا ما بعملهاش يبقى عندنا كده القيام بالعمل بكل دقة الالتزام بموعيد العمل الرسمية المحافظة على قرامة الوظيفة هل في حاجات تانية اه طبعا التعاون مع رؤساء وزملاء في العمل تاني التعاون مع رؤساء وزملاء في العمل المحافظة على ممتلكات واموال الوحيد انا لما بكون في العمل او الفظيفة بتاعتي بعتبر ان كل حاجة موجودة في المكان ده ملكي فبحافظ عليها ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وامانة اي اوامر اخدها من الرؤساء بتوعي علي الالتزام بيها كمان من ضمن الحاجات اللي هنا بقى الحاجات اللي الموظف ما يعملهاش نوضح كده اللي احنا قلناه عشان نربط الامور في البداية حاجة اسمها السلوك الوظيفي يعني ايه السلوك الوظيفي مطلوب من الموظف ان هو يعمل ايه يلتزم بكل القوانين والقواعد اللي القانون نظمها طب هيعملها ازاي دي اول حاجة يؤدي العمل بكل ضقة يحافظ على مواعيد العمل يتعاون مع وقصائه ينفذ ما يصدر له من اوامر حسن معاملة الموظفين المحافظة على ممتلكات العمل طب دي الحاجات اللي هو ملتزم بيها هل في حاجات ممنوع يعملها اه طبعا يحظر على الموظف الاتي اللي احنا هناخده دلوقتي الاشياء المحظورة على كلمة محظورة في القانون معناها ايه رضو عليكم ممنوع منعا بتل لو الموظف عملها هيتم توقيع جزاء عليه طب تعال نشوف ممنوع الموظف يعمل ايه يحظر على الموظف الاتي مباشرة الاعمال التي تتنافع مع الحيادية والتجارد والالتزام الوظيفي اثناء ساعات العمل الرسمية يعني ايه مستر الكلام الكبير ده هو ولا كبير ولا حاجة المفروض انا ملتزم بعدد ساعات عمل في اليوم التزم بالحيادية في شغلي التزم بالموضوعية ما ما يتعاملش على حساب حاجة تانية يبقى دي اول نقطة عندنا طيب النقطة التانية برضو منين من الاعمال المحظورة على الموظف ايه يا بقى افشاء اي معلومة يطلع عليها بحكم وظفته تاني افشاء اي معلومة يطلع عليه بحكم وظفته يعني ايه مطلوب من الموظف هنا المحافظة على اصرار العمل حكم وظفتي بيخليني اطلع على بعض المعلومات الهمة مقدرش اطلع اي معلومة من دول لان ده كده اسمه للواجب الوظيفي دي الاشياء المحظورة على الموظف كمان عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات او مكاتبته بصفة عامة او تأخير الرد عليه طيب عشان بس الطلبة معنا تاخد بالها من الكلام ده اه الكلام ده ببساطة ايه احنا بنقول ان الموظف المفروض انه هو فيه اعمال محظورة عليه محظورة يعني هي مستر محظورة يعني ممنوع عليه طب ايه اعمال الممنوع عليه دي اول حاجة انه هو لازم يلتزم بالحيادية في العمل في عدد ساعات العمل بتاعه يلتزم بالحيادية رقم اتنين انه هو عدم افشاء اي معلومة بحكم شغله اطلع عليها يعني ايه طبيعة شغله بتخليه تعرف بعض المعلومات السرية او المعلومات اللي تهم البلد او المعلومات الاقتصادية ممنوع من عن بد ان يطلع المعلومات دي رقم تلاتة حاجة اسمها الجهاز المركزي المحاسبات الجهاز المركزي المحاسبات بيطلب بعض الاستفسارات بعض المناقضات فالمفروض على الموظف ان هو ما يتأخرش في الرد ويعتبر الممطلة والتسويف تأخر في الرد يعني بكرة بعده اصلا مش عارف مين مجاش لا الكلام ده كله جهاز المركزي المحاسبات يطلب حاجة المفروض تروح له كمان من ضمن الاعمال المحذورة على الموظف احنا كده وصلنا لتلات اعمال محذورة نقول تاني احنا بنتكلم على الاعمال المحذورة على الموظف كمان عندنا من ضمن الاعمال المحذورة الاحتفاظ لنفسه باصل اي ورقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة اصلا لحفظها يعني ايه ممنوع من عن بطن عن الموظف ان يحتفظ لنفسه بليه شخصيا يعني بأي مستند يخص العمل أو ينزع ورقة من أي ملف بغرض الاستلاء عليها من ضمن برضو الحاجات الممنوعة على الموظف أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بذاته أو بواسطته إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق على مقتضياتها يا مستر الكلام ده صعب أوي لا ركز معايا الكلام مستطعب ولا حاجة إحنا عزاق الطلبة والطالبات بنتكلم على إيه؟ إحنا بنتكلم على الأعمال المحظورة على الموظف يعني الحاجات طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم واحد وتمانين لسنة الفين وستاشر حدد بعض الأعمال المحظورة على الموظف القيام بيها. يعني الأعمال دي ما ينفعش الموظف يعملها. إيه الأعمال دي إنه هو لازم يلتزم بالحيادية داخل الشغل بتاعه رقم اتنين عدم إفشاء أي سر من أسرار العمل يعني إيه إفشاء يا مستر سر من أسرار العمل الموظف بحكم شغله بحكم طبيعته أيا كانت وظيفته بتطلع على بعض المعلومات المعلومات دي لها طبيعة سرية ممنوع منعا بتا إنه هو يطلعها برا لأنه مدي من أعمال المحظورة. كمان بالنسبة لي المستندات القانون قال قانون الخدمة المدنية قال ممنوع على الموظف لإحتفاظ بأي مستند أو نزع مستند بغرض الاستلاء عليه. طبعا دي من الأعمال المحظورة. طبعا أعمال المحظورة ان يجمع بين وظيفته واي وظيفة تانية تاني من ضمن الاعمال المحظورة ان هو يجمع بين وظيفته في الدولة ووظيفة تانية وبالذات بقى لو الوظيفة التانية دي هتتعارض مع الوظيفة الرسمية او هتعطله عنها او مش هتخليه يقوم بوضبه طيب هل في تاني اعمال محظورة اه طبعا في اعمال محظورة والقانون هنا بيحدد الاعمال المحظورة ليه عشان الموظف ياخد باله يبقى هنا خليك معايا كمان نشوف الاعمال المحظورة استغلال نفوزه الوظيفة يعني ايه مصطر كلمة نفوزه كلمة نفوزه هنا كلمة سلطته في العمل ممكن يكون الموظف ده ممنوع عليه يستخدم نفوزه يستخدم سلطاته يستخدم هنا الصلاحيات اللي القانون ادهاله في وظيفته يستخدمها بطريقة سيئة اللي بنسميها استغلال نفوزه الوظيفة خلي بالنا هي اعمال محظورة لكن كمان لعقوبات جنائية لكن احنا هنا بنتكلم في قانون مدني فبنقول ان من ضمن الاعمال المحظورة على الموظف استغلال نفوزه الوظيفة كمان من ضمن الاعمال المحظورة اساءة معاملة الجمهور متلق الخدمة بمعنى ايه انا حكم وظيفتي بتعامل مع جمهور بتعامل مع عملاء بيتلقوا مني خدمة لو انا شغال في مؤسسة خدمية يعني مؤسسة بتخدم الناس المفروض ان انا عامل الجمهور ده ازاي ما سوقش معاملته يعني ايه اعمله معاملة طيبة بتقتضي بها الوظيفة كمان من ضمن الاعمال المحظورة ان يقبل اي هدايا او عمولة او خدمة او قرب بمناسبة قيامه بواجبات الوظيفة يعني ايه من الاعمال المحظورة على الموظف ان هو لا يقبل مكافأة ولا قرد ولا هدية ولا عمولة بحكم وظيفته يعني هو بيقد وظيفة وبياخد عليها اجل من الدولة ما ياخدش بقى عمولة او مكافأة او قرد على حساب الوظيفة دي طيب عندنا كمان الجزاءات بس قبل ما نخش في الجزاءات هنعمل كده حاجة ونوضح لك حاجة انا سامع طلبة بتقول احنا كده يا مستر ممكن نطلغبط طيب هتطلغبطه في ايه اه برافو عليكم واحد بيقول ايه هنطلغبط ان في حاجة اسمها الاعمال المحظورة على العامل وانت لسه قال يا مستر دلوقتي في اعمال محظورة على الموظف طيب احنا هنفرق ازاي يا مستر في الامتحان ما بين الاعمال المحظورة على العامل والاعمال المحظورة على الموظف دي مشكلة واقولك ولا مشكلة ولا حاجة قبل ما اقولك هتفرق ازاي هنفكر بعض كده بالاعمال المحظورة على العامل وطالما بقول على العامل يبقى انا كده بكل على قانون العمل من ضمن الاعمال المحظورة على العامل انه هو يحتفظ لنفسه بأي مستند خاص بالعمل إنه هو الموظف العامل ده برضو من ضمن الأعمال المحظور عليه الاقتراض من العملاء كبول هدايا أو مكافآت دون علم صاحب العمل جمع تبرعات دون علم صاحب العمل ده بالنسبة للعامل أما بالنسبة للموظف لازم يؤدي واجبه في عمله بكل حيادية كمان عدم إفشاء سري من أسرار العمل كمان لا يجوز جمع بين وظفتين خاصة لو كانت الوظيفة التانية دي هتأثر على الشغل بتاعها طيب دي بقى حكة الموظف ودي حكة العامل في الامتحان يا مستر نفرق بينهم إزاي هقول لك ببساطة كده شديدا نفرق بينهم إزاي عندنا الامتحان قلنا كذا مرة إن الامتحان متقسم لتلات أجزاء قانون اسمه قانون العمل والتأمينات ده الأسئلة اللي تخص العامل أو قانون العمل وقانون الخدمة المدنية دي الأسئلة اللي تخص الموظف يعني لو السؤال الأعمال المحظورة موجود في قانون العمل يبقى الأعمال المحظورة على العامل لو السؤال موجود الأعمال المحظورة على الموظف يبقى الكلام ده موجود في قانون الخدمة المدنية طيب دي أعمال محظورة لو الموظف عملها إيه اللي ممكن يحصل هيتم توقيع الجزاء القانوني طب إيه الجزاءات اللي ممكن نوقعها للموظف الحقيقة القانون الجديد عدد الجزاءات اللي ممكن تقع على الموظف بس نخلي بالنا في الجزاءات الجزاءات بتبدأ بالترتيب يعني ايه بالترتيب يعني ما اقدرش اوقع جزاء اللي لما يكون وقعت الجزاء اللي قابله وطبعا ما فيش جزاء مع اي موظف الا بعد تحقيق يعني ايه لازم الجزاءات تكون كتابة يعني هنعمل تحقيق مع الموظف ثبت ايه دانته بنوقع عليه الجزاء ما فيش حاجة اسمها تحقيق شفوي طب تعال نشوف مع بعض كده الجزاءات اللي اجوز توقعها على الموظف الجزاءات هي الانذار الموظف اللي حمل مخالفة في شغله اول عقوبة بياخدها حاجة اسمها الانذار طيب رجع الموظف اخد او اهمل تاني بناخد العقوبة اللي بعدها وطبعا كل ما هننزل في العقوبات هنلاقي العقوبات مالها رضع عليكم اشد كمان الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تتجاوز ستين يوم في السنة يعني ايه برضو ستين يوم في السنة يعني ايه لو اسمنا ستين يوم على الاثناشر هنبص نلاقي برضو ايه ما اقدرش اخسم من الموظف اكتر من اجرد خمس تيام في الشهر يعني الموظف ده عليه عقوبة ما اقدرش اخسم له في الشهر اكتر من كام من خمس تيام يبقى اول عقوبة عندنا الايه الانذار تاني عقوبة الخصم من الاجر العقوبة التالتة الوقف عن العمل الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر كامل خليكي معايا وخليكي معايا اول عقوبة على العامل كانت بتبقى الانذار رجع اول عقوبة على الموظف رجع الموظف اخطأ تاني بنوقع العقوبة التالية اللي هي تبقى شد من الاولى الاولى كانت انذار التانية بقى ايه الخصم من اجر الوظيفة طيب رجع الموظف اخطأ تاني بنوقع عليه العقوبة التالتة اللي هي يعني ايه الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر لكن برضو نشوف كده القانون مع الوقف ده يعني الوقف اللي هو الثلاث شهور دول او الست شهور بيصرف الموظف نصف الاجر لحين انتهاء التحيي طيب رجع الموظف اخطأ تاني بنتدي له بقى الايه العقوبة اللي بعد كده اللي هي ايه تأجيل الترقية عند استحقتها لمدة لا تزيد عن سنتين يعني ايه يعني الدور عليه لما يجي في الترقية بنأجلها له ودي عقوبة قاسية ليه هيبص يلاقي زميله اللي معه اللي هم متعاينين معه بقوا اعلى منه في الوظيفة وهو زي ما هو يبقى العقوبة هنا عقوبة قاسية يبقى خليك معايا اول عقوبة كانت ايه نجيب وراء وقلم ونكتب العقوبات او الجزاءات اللي بتجوز توقعها على الموظف اول عقوبة كانت ببقى عليكم الانظار بيجي على الموظف اخطأ تاني بنتدي له العقوبة التانية اللي هي ايه الخصم من الاجر الوظيفي اللي مدة لا تزيد عن ستين يوم في السنة رجع الموظف اخطأ تاني بنتدي له العقوبة اللي بعد كده اللي هي ايه الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة اشره لكن مع ستة الشهر دول بنتدي له نصف الاجر بتاعه رجع الموظف اخطأ تاني بدي له العقوبة اللي بعد كده اللي هي ايه تأجيل الترقية لما ييجي الدور على الترقية بقى تجيل له الترقية مدة لا تتجاوز او لا تزيد عن السنتين يبقى تاني نوضح ايه الجزاءات اللي بيجوز توقعها على الموظف طبعا الجزاءات متعددة لكن احنا قلنا لحد دلوقتي اربع جزاءات وانت بتحفظ جزاءات الموظف احفظها بالترتيب ليه بالترتيب لان ده ترتيب منطقي احنا قلنا من شوية مش هينفع اوقع جزاء على موظف الا لما يكون وقعت عليه الجزاء اللي قبله يبقى كده منطقيا لازم الجزاءات تجون بالترتيب اول جزاء يتم توقيعه على الموظف هو الانذار تاني جزاء ان انا بخصم له من الاجر تالت جزاء الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر رقم اربع تأجيل الترقية لمدة لا تزيد عن سنتين اجعل موظف اخطاء تاني بديله الجزاء اللي بعد كده اللي هو ايه الخفض الى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة يعني ايه يعني هو في مستوى وظيف معين لو العقوبة الدور عليها بخفضه للمستوى يعني بنزله درجة من وظيفته يعني مثلا هو في وظيفة قيادية بنزله تحت هو مدير مكان بنزله للموظف عادي دي اسمه الخفض الى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة رجع الموظف اخطاء تاني بديله العقوبة اللي بعد كده اللي هي ايه الخفض الى وظيفة في المستوى الادنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدرة اللي كان عليه قبل الترقية طيب في هنا حاجة كده نوضحها في الاتنين دول ايه الفرق بينهم طيب خليك معايا وخليك معايا عزق الطلبة هو هنا بيقول ايه بيقول ان العقوبة اللي هتتاخد على الموظف خفض الى وظيفة ادنى بخفضه الى وظيفة ايه ادنى يعني هو كان في وظيفة والعقوبة دي هنزله لادنى لكن الاجر زي ما هو اما العقوبة اللي بعدها بقى انا هنزله لوظيفة ادنى وكمان هخفض له ادنى يعني هخليه على الاجر اللي هو كان عليه قبل الترقية ده الفرق بينهم تاني نوضح الفرق بينهم الفرق بينهم ايه في الاولى بخفضه الى وظيفة ادنى واسيب الاجر زي ما هو يعني كان بياخد الفين نزله الوظيفة اللي بعدها واسيب له الالفين اما العقوبة اللي بعدها ده انا مش هنزله بس ده انا هوصله لوظيفة ادنى وكمان اعمل ايه هخفض الاجر للوظيفة اللي كانت عليها قبل الترعية طبعا حد يقول لي طب ما دي جزاءات قاسية جدا تمام هي جزاءات قاسية بس خلي بالك ده ده الجزاء رقم سبعة او تمانية ما هو مش معقول الموظف بيشتغل عشان ياخد الجزاءات احنا ممكن الموظف يشتغل ويطلع ويبلغ سن التقاعد ولا يوقع عليه الا جزاء او اتنين ما هو انت مش رايح المكان ده عشان تعمل حاجات محظولة تاخد جزاءات طيب الجزاء اللي بعد كده الاحالة الى المعاش كلمة الاحالة للمعاش هنا مش معناها ان هو بيطلع معاش لا الاحالة للمعاش هنا اجباري هنا عقوبة او هنا جزاء على الموظف ان انا حلو على الايه على المعاش اطلعه على المعاش قبل ما عاد المعاش بتاعه يبقى هنا دي مش نهاية طبيعية للوظيفة لا دي عقوبة وطبعا العقوبة اللي بعد الاحالة على المعاش الفصل من الخدمة بوصل للفصل امتى بعد ما كوني استنفست كل العقوبات اللي فاتت العقوبات كلها خدتها اخر عقوبة عندي الاحالة للمعاش عندي العقوبة الفصل من الخدمة في طالب دلوقتي هيقول ايه طب ما انا لو حلته للمعاش افصله ازاي ما هي دي عقوبة او دي عقوبة يعني ممكن الحاجة اللي عملها الموظف او الحدث اللي عمله الموظف يستاهل عقوبة فصل من الخدمة بوصلة انا يبقى افصله او يستاهل الى الحالة للمعاش طيب دي ايه الجزاءات اللي بيجوز توقعها على الموظف طيب معانا ايه كمان معانا نقطة مهمة جدا ابقى الجزاءات اللي يجوز توقعها على شغل الوظائف القيادية الله هو في جزاءات للموظفين وفي جزاءات للموظفين تانين اه طبعا ليه لان احنا القانون القدمة المدنية قال ان في وظائف اسمها وظائف قيادية ووظائف اشرافية نفكر بعد كده بالوظائف القيادية تعرفها ايه هي الوظائف السلاسة التي تلي السلطة المختصة طب الوظائف الاشرافية الوظائف التي تلي الوظائف القيادية تليها يعني ايه تيجي بعدها الوظائف القيادية لها جزاءات تانية غير الجزاءات اللي بياخدها الموظف العادي ووضح الحتة دي احنا عندنا الوظائف في حاجة اسمها وظائف قيادية ووظائف اشرافية طبيعي كده ان الوظيفة الاشرافية تلي الوظيفة القيادية يعني اقل منه في الوظيفة كل الوظائف الاشرافية اه اخدنا الجزاءات بتاعتها. لكن الجزاءات بقى اللي يجوز توقعها على الوظائف القيادية. طبعا مش زي الموظف. ليه? الموظف العادي طبيعي يتعامله او خطأه هنا ممكن ما يقصرش كبير اه هو خطأ وياخد عليه جزاء. انما الوظائف القيادية الغلطات بتاعتها بتبقى كبيرة جدا. فمش معقول هنديله بقى انظار وخاص. لا. هنا الجزاءات بتبقى رضعة جدا. وهم اربع جزاءات بس. تعال نشوف مع بعض ايه الجزاءات دي. اول جزاء بنقعه على الوظائف القيادية التنبيه. والتنبيه ده كأنه انظار بننبه الوظائف القيادية. انت اخطأت فبنديك عقوبة اسمها التنبيه. التنبيه هنا مش عقوبة شفاوية. بنقول له خلي بالك. لا. ده التنبيه ده بتحقيق. التنبيه يعني ايه? بنبهك اللي انت عملت حاجة غلط. ليه بنبهك? عشان العقوبة التانية. العقوبة التانية هتبقى حاجة اسمها اللوم. يعني ايه اللوم? هنا بلوم عليك بقى. بلوم على الوظائف القيادية. وخلي بالك. تنبيه ولوم ده مش كلام عادي. ده كلام. ده كلام يعقب عليه القانون. يبقى عندنا التنبيه اللوم رقم تلاتة. الاحالة الى المعاش. لو الموظف القيادي او لشغال في احدى الوظائف القيادية. وقع عليه جزاء من ضمن الجزاءات دي الاحالة الى المعاش. اخر عقوبة عندنا فيهم الفصل من الخدمة طبعا هنا ممكن ما يكونوش العقوبات تيجي بالترتيب ممكن الموظف القياد هنا اخطأ فبديله على طول اي عقوبة من الاربع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة